أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ووربرغ في تصريحات لسكانيوز عربية أن بلاده لا تزال ترى إمكانية التوصل لحل ديبلوماسي بشأن أزمة النيجر وأوضح ووربرغ أن واشنطن تدعم كافة الجهود لحل حالة الأزمة وتؤيد منظمة إيكواس التي تفضل الحل السلمي على أن يبقى التدخل العسكري الخيار الأخير الوردة المتحدة ما زال ترى أن هناك وقت هناك إمكانية لنتابع حل ديبلوماسي لنوصل إلى حل ديبلوماسي بدون أي تدخل عسكري ولكن الوقت ليس كثيرا ولذلك نحن سنستمر في التنسيق عن كثب مع إيكواس وسنسمع منهم وحتى الآن سمعنا من إيكواس أن هذه المؤسسة تفضل المصاري الدبلوماسي والخيار لتدخل عسكريا هي الخيار الأخير موسيقى موسيقى